السلام عليكم يا ابطال كيف الحال يا رب تكونوا بخير و بصحة ان شاء الله اليوم احنا الصف الاول اللي ابتدائي الدرس صفحة صفحة 118 صفحة كام صفحة 118 تمام اسمها وتصنيف المجسمات يتضح رج ويتراس وينزلق صفحة 118 واليوم ان شاء الله باذن الله بحاول اخد درسية لان الدرس دي سهل مرة يعني وانت ممكن مثلا تجرب في البيت يا ابطال ماشي ثلاث كلمات اللي موجودين عندك يتضح رج ينزلق يتراس يتضح رج وينزلق وايه ويتراس لما تنظر هنا الكورة هنا الكورة طبعا بتتضح رج تتضح رج الحركة حجيتها كده بتسمى حركة ايه تضح رج تمام المكعب هذا المكعب ده ينزلق ينزلق ياريت يكون في المكعب ووالدتك امك معك ولا شيء تساعدك في تعريف الفرج بين كلمة يتضح رج وينزلق لانها تبي اشياء عشان تنظرها تمام وينزلق وبعدين ممكن هنا ايه يتراس يتراس يعني ايه يعني انا ممكن اضحهم فوق بعض كده يتراس يعني ممكن اضحهم فوق ايه انما شوف حركة ينزلق شوف كيف كده اسمها ايه ينزلق طيب شوف حركة تتضحرج زي الكرة والبرتقالة والبطيخة ده بتتضحرج تمام والاستوانة بعد ممكن تتضحرج الاستوانة ده مثلا هنا زي ايه زي مثلا الاستوانة لو اضحها بالشكل اللي اضحها بي ده ينزلق والمكعب ده بعد ينزلق وده ممكن تنزلق برضك تمام يبقى فيه ثلاث كلمات كلمة يتراس يتراس فوق بعض يعني انا مستحيل اعرف ارس كرتين فوق بعض يعني اضحهم فوق بالكرة دي لا تتراس وبردك مستحيل اضع ايه ارس ايه مخروطين فوق ايه بعض تمام طيب الامثلة بتوضح لك مرة بيقولك احوط المجسمات التي تتضحرج دي المسار رقم كام واحد دي بالوضع دي مش تتضحرج بالوضع اللي هو وضحها ده لا تتراس دي تتراس ودي بعد تتراس هذه اللي تتضحرج البرتقالة مثل الكرة تتضحرج يلا حوط معايا عشان نعاده الدرس السيل ده بسهولة ونروح لللي بعده بسرعة اللي بعده هنا هنا بقول لي احوط المجسمات التي تنزلق تنزلق اه دي حج الهدية او المكعب والمكعب هذي بعد ينزلق تمام تمام كده وايه تاني وعندك مثلا اه دي تنزلق ما فيهاش اي حاجة خلاص لوضحها بالطريقة دي تنزلق والله وممكن المخروط ينزلق برضك لو وضعه بنفس الطريقة كده لو وضعه بنفس الطريقة كده ينزلق كده خلاص تمام طي المجسمات التي تتراس دي نقدر نرس فوقه نرس مثلا اه نرس مثلا يعني نضعه فوقه يعني ممكن اضعه مكعبات فوق بعضها طب والاستوانة دي اه ممكن تتراس عادي اضع استوانة تانية فوقها وجرب لو عرفت تضع استوانة تانية فوقها يبقى يتراس طب بالله عليك اقدر احط كرتين فوق بعض طب جرب لا ما نقدرش طبعا طيب والمخروط ما اقدر خلاص يبقى لدول يترس بس تمام ده لان الدرس السهل يعتبر يعني ما هو برياضيات اصل بين الصورة وما يناسبها اصل بين الصورة وما ايه يناسبها هو هنا عمالي لعبوات مثلك يتضحرج من اللي بيتضحرج تعالى بقى انضحرج دي هزي ممكن الكرة طبعا بتتضحرج ما فيها مشكلة يبقى اوصل تمام وقلنا المخروط دهوات ممكن يتضحرج لو بنفسك بتاع كده ايه او وضعناه على جنبه يتضحرج برضه اه يتضحرج عادي تمام يلف طب ينزلق ينزلق ممكن هنا ينزلق واضح خلاص زيه الاستوانة بتنزلق والمكعب هزي بعد ينزلق طيب الاشياء اللي ممكن نرسوها عادي عادي ممكن نوصل مرتين الاستوانة بعد ممكن نرسو استوانات فوق بعض او نرسو مكعبات يبدول ايه يا طراص تمام يا ابطال اه شايف الحل شايف الحل يا ابطال اهو هو دي الحل ايه بس المخروط يتضحرج بالوضع لو انا وضحته على جنبه لو انا وضحته على ايه على جنبه طيب الصفحة اللي بعدها حابب نحل معاك الصفحة اللي بعدها صفحة مية واحد وعشرين مية واحد وعشرين عشان نخلصوا بقى كل سنة امت طيبين يا ابطال هنا ايه السؤال الاول رتب سعيد صف من المجسمات ارسم المجسم المفقود هو جاعد يرتب سعيد هنا ممتاز مثلكم وضع مثلا هنا اسمه هرم ها ثم المتوازم مستطلات استوانة هرم يبه هرم متوازم مستطلات استوانة هرم متوازم مستطلات استوانة ها المفروض يضحينا ايه 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 سمعوا بواحد بطل بيقول مسلس ما فيش مشكلة عاد ارسم مسلس او هو اسمه ايه هرم ديت اسمه هرم خلاص مش هتعرف ترسمه يا بطل ارسم مسلس عادي ما فيش مشكلة اهم شي نعرف ان انت عرفت ايه واش هو اللي ناجس خلاص يا حبيبي اهو هو كده تمام خلي حد يساعدك فيه ارسمه لونه يبه هو هنا بدأ بايه هرم وبعدين متوازم مستطلات استوانة هرم متوازم مستطلات استوانة الدور على مين على الهرم طيب اللي بعده بسرعة هرم متوازم مستطلات هرم ايوه طيب بعدين هرم وبعدين متوازم مستطلات طيب هنا هرم يجي بعده ايه ايوه بتقول مستطل عشان توج بطل صغير هو اسمه متوازم مستطلات ارسمه خلي حد يساعدك ايه في رسمة داري انا ان رسمه ممكن يكون ايه صعب شوية على البطل انا رسمته لك طبعا بسرعة لان مسك الجوال بيدي اهو ده متوازم مستطلات يبقى هرم متوازم مستطلات هرم وبعدين هرم وبعدين متوازم ايه مستطلات بسيبك طبعا ترسم ديت لانك بطل السؤال رقم كام تلاتة واربعة بس بتحليلي تلاتة واربعة خلي حد يساعدك ما عندك مشكلة عادي انت عندك هنا متوازم مستطلات وبعدين وشه نعرفه طب نعرف منين يا استاذ نعرف من اللي بعده من هادول حاعرف متوازم مستطلات هرم هرم يبقى يجي بعد متوازم مستطلات ايه هرم طيب دي متوازم مستطلات يجي بعده ايه ايوه سامع بطل بيقول هرم ارسمه ارسمه زي المسلس ارسموا سلسين في بعض خلي امك تساعدك عادي برقم ثلاثة حلاء واجب صفحة مية واحد وعشرين ورقم اربعة بوضحها لك بعده حلاء واجب انت بتحلي بس ثلاثة واربعة هرم هرم طب كده ما عرفناش يا استاذ اروح لهذا المعروف هذا شوف معروف هذا هرم هرم كرة ايوه هرم هرم وشه كرة يبقى يجي بعد الهرم الهرم يجي ايه هايوه سامع البطل يقول يجي كرة ارسم كرة هنا ولونها حلو وبعد الكرة يجي ايه يجي كمان هرم يبقى انا بارسم على النقطة الاولانية او الخط الاولاني ده كرة ثم ارسم ايه هرم خلاص يبقى اخدنا درسين اليوم عشان نخلصه بس بس بسرعة ابطال الواجب صفحة مية واحد وعشرين رقم تلاتة ورقم اربعة واشكر الابطال الممتازين اللي بيرسلهم الواجب وانا ترى كتبت ايه الاسماء في لوحة الشرف وبعدها لكم والسلام عليكم ورحمة الله